برضو لفت نظري في الكلام مسألة التمكين الاقتصادي بتاع هذه الأسر وما إلى ذلك فينا زي ما قلتي بيبقى نتيجة المرض هي مش قادرة أو هو مش قادر يشتغل فبياخد الشيء اللي انت قد تقوله يبيعه بطراب الفلوس ويتصرف على العيال وفيه جزء تاني متعلق بثقافة عشان نبقى أمين جدا في الطرح هو مش ناوي يشتغل حتى لو صحته بمب هو عاوز ياخد الحاجة عشان يبيعها بطراب الفلوس وبعد كده يقعد مريح وقعد عمال بيبص في السقف ده بتتعامله معايز زي فكرة النمط بتاع التفكير ده الثقافة دي هو الحقيقة احنا فكرة ان احنا نوصل لمرحلة الدعم المادي او ان انا نديله رأس مال او مشروع دي احنا بنوصل لها بعد مجموعة من المراحل ان هو انا الاول بيبقى عندي بحث اجتماعي حقيقي بيقوم بيه ناس هم دي شغلتهم ان هو ينزل على الارض ويبتد يتحرى عن هذا الشخص هو فعلا مش بيشتغل عشان مش لقي فرصة عشان كان عنده فكرة ومش لقي اللي يمولها ولا هو مش بيشتغل عشان هو مش عايز يشتغل فانا فكرة انه برضو يعني كل اموال الجماعيات الاهلية ومؤسطات الاهلية هي تعتبر في نطاق المال العام لان هي اموال ذكاة وصداقات واحنا يعني بنبقى مؤمنين عليها فان انا ابتدي امول مشروع او فرصة عمل لشخص من غير ما اتأكد انه هو فعلا عنده نية انه يشتغل دي الحقيقة يعني بقت بتتم في اطدق الحدود حتى لو تم ده احنا بيبقى عندنا قليات للمتابعة كل تلات شهور وكل ستة شهور اشوف مدى يعني قدرته على استدامة العمل لانه ساعته هو حتى بيبقى يعني عايز يشتغل ولكن مثلا معندوش التأهيل الكافي بدأ يشتغل بس مش عارف يسوي استلعى بتاعته فالحقيقة احنا بنفضل معاه في منظومة بقى متكملة لحد اخر الطريق ويمكن يعني المجتمع الاهلي واخد الدفع القوية دي هو يعني سيادة الرئيس مش بس السنة دي اعلن عن مجتمع مدني هو اشاد الحقيقة بمساهمات العمل الاهلي والمجتمع المدني في يعني كثير من المناسبات ويمكن كتأخرها في 2018 لما اشاد بدأ أثناء افتتاح يعني مستشفى القوات المسلحة وقال انه هو العمل الاهلي في تقديم الخدمة الصحية متميز جدا بيقدم خدمة بجودة عالية وانه هو بيأمل ان كل المستشفى المولقة المجتمع المدني هو يعني يستلمها ويبتدي يعيد تاني تشغيلها فاحنا لما نتكلم مثلا في مجالز مجال الصحة 35% من خمة مقدمة في الصحة في مصر هي من المجتمع المدني وده رقم يعني جدير بتوقع 35% بصبت أكتر من تلت الخدمة الصحية المقدمة في مصر هي طالعة من منظمات مجتمع مدني ومؤسسات عمل أهلي بعد كده هنجيلكوا بدل ما بنكلم الدكتور حسام عبدالغفار يعني هنقوله كنتوا بعد كده وبدأنا دلوقتي يبقى فيه تنسيق حتى مع المستشفى الجامعية ومع وزارة الصحة على كل المستويات بحيث أننا نبقى موجودين في مناطق ممكن تبقى الصحة متوجدة فيها ولكن الوحدة الصحية ينقصها طبيب يبقى أنا موجودة بعيادة طبع مجتمع مدني فأبتدي أن أنا الطبيب اللي أنا متعقدة معاه يبقى موجود في الوحدة الصحية إحنا بدأنا حتى نخطط إزاي ده يبقى فيه نوع من أنواع التكامل بقى إحنا عدنا مرحلة أن يبقى فيه تكامل ما بيننا وما بين بعض دلوقتي الاتجاه يبقى فيه تكامل مع الدولة كمان أبقى باشتغل بتنسيق مرحلة أنتم تتكاملوا سوا تتكاملوا مع وزارة الصحة طبعا ومع تعليم العائلة وده مهم وفي ملفات مختلفة ويمكن بدأنا يعني السنة دي ده شاهد بقى انفتاح على معظم الوزارات إحنا يمكن بصدد إن إحنا يبقى فيه تكامل ما بيننا وتعاون مع وزارة الزراعة مع وزارة التنمية المحلية في ملفات مختلفة وملفات كتير جدا طب الصحة والتعليم العالي علشان مستشفات الجمعية ومستشفات وزارة الصحة فده الملف بتاع الرعاية الصحية الزراعة وتنمية المحلية والتضامن يعني الحقيقة لأنه حريك عارف المجتمع المدني فعلا هو داخل في كل ملفات التنمية في الدولة المصرية مفيش ملف إحنا مش بنشتغل فيه ويمكن فيه بعض الملفات إحنا بنشتغل فيها بشكل حصري زي الملفات مثلا الخاصة بالتعليم والتعليم المجتمعي مدارس التعليم المجتمعي اللي موجودة في القرى والنجوع يمكن يعني أكبر مؤسسة مشاركة فيها ومساهمة بيها هي مؤسس مصر الخير بـ 2700 مدرسة مجتمع في القرى والنجوع طبعا دي مساهمة كبيرة جدا